ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعي قناة الامام المهدي ونبارك لكم ولادة صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسيدي شباب اهل الجنة الامام الحسن عليه السلام وايضا نبارك ضيوفنا الكرام بولادة الامام سلام الله عليه ونهنئكم ونعطيكم بعض الحلوة ان شاء الله او ما يسمى بالقرقعان على بركة الامام الحسن سلام الله عليه هاي اعطيها سليفا الامام الحسن عليه السلام ولد في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك ابوه الامام علي عليه السلام وامه فاطمة الزهراء سلام الله عليه ومن اشهد صفات الامام الحسن عليه السلام انه كان يعرف بالكرم حتى لقبه بكريم اهل البيت سلام الله عليه ومن قصص التي وردت عن كرم الامام الحسن عليه السلام انه كان ذات يوم هو والامام الحسن عليه السلام ومن قصص الذي وردت عن كرم الامام الحسن عليه السلام عليه السلام فرأوا عجوزا في الطريق فأقبل الامام الحسن والامام الحسن إلى تلك العجوز وقالوا لها يا امت الله احنا عطشانين فعندك ما يتسقينا فقلت لهم انا ما املك الا هذه المعزة فانتم احلبوها واشربوا حليبها ففعلوا ما قالت لهم فبعديا لما انكملوا قالوا لها احنا جعانين فقالت لهم انا ما عندي غير هاي المعزة ايضا فانتم ذبحوها واكلوها فذبحوا المعزة وهي قالت لهم انا اطبخها لكم فطبختها وكلو فلما انتهوا وشكروا من العجوز وقالوا لها اذا صارت لك يعني بيوم من الايام جاية الى المدينة فاحنا راح نكون بخدمتك ان شاء الله فلما ذهب الامام سلام الله عليه اجي زوج العجوز سألها عن المعزة وين قالت ذبحتها لا اناس كانوا جايين وجعانين وعطشانين فقالها تعرفينهم قالت لا فقالها شلون انتم تذبحين هاي الشاء اللي هي مصدر زقنة الهؤلاء الناس الغرباء اللي انت ما تعرفينهم اصلا فوبخها توبيخا شديدا وبعد فترة من الزمن اضطرت العجوز الى الذهاب الى المدينة لان الامام سلام الله عليه الامام الحسن والامام الحسين كانوا يسكنونا في المدينة المدينة المنورة التقت العجوز بالامام الحسن سلام الله عليه فرحب بها وامر اصحابه ان يشترى لها الف شات وان تعطى الف درهم فبعديا ايضا بعثها الى الامام الحسين سلام الله عليه الامام الحسين سلام الله عليه قال ماذا اعطاكم اخي قلت الطاني الف شات والف درهم قال انا هم اطمت لهم فاللاحظ من خلال هاي القصة كرم مدى كرم الامام سلام الله عليه فاعطت هي شات واحدة او معزة واحدة فاعطاها الف شات واعطاها الف درهم فوق هذه الشات فكرم الامام سلام الله عليه كان واسع المدى وكان لا يرد سائلا وسئل الامام قال له يا ابن امير المؤمنين لماذا نراك لا ترد سائلا فقال انا استحي من الله ان ارد سائلا لان انا سائل لله سبحانه وتعالى فاشلون ارد السائل فاذا رديت السائل الله سبحانه وتعالى راح ينعني هذه النعم وهناك ايضا قصة اخرى عن كرم الامام سلام الله عليه بلي شيخنا الامام شو كنت انولد انولد في 15 شهر رمضان وين انولد في المدينة المنورة في عام هجري سنة 3 للهجرة احسنت موفق ان شاء الله فايضا هناك قصة اخرى عن كرم الامام سلام الله عليه انه اشترى بستان من الانصار اللي كان ابو المدينة فبعد مدة بلغة الامام مصر خبر للامام ان اهل البستان احتاجوا الى ما في ايد الناس فيعني قام حالتهم المادية ضعفة فقام الامام وارجع اليهم هذا البستان فلاحظ مدى كرم الامام سلام الله عليه حتى انه يؤثر على نفسه يعني صار المصداق الابرز للكرم وللجود ومن اسمى وارطى مصاديق الكرم الالهي فاذا هذا هو كرم الامام الحسن سلام الله عليه حتى لقبه بكريم اهل البيت شيخنا بل يتفضل شيخنا ليش تنوي لقبول الامام الحسن عليه السلام بالكريم من غير اهل البيت احسنت سأل اخوكم مصطفى يقول لماذا خص الامام الحسن المشتبى سلام الله عليه بالكريم وباقي الامة سلام الله عليه لم يسموا بالكرماء مثلا يعني ما سمي الامام الحسين بالكريم ما لقب الامام زين العابدين بالكريم ما لقب الامام الباقر بالكريم فليشي الامام الحسن سلام الله عليه خص بهذا اللقب فمن اللي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال لأنه كان لارد احد احسنت اجاب اخوكم يقول ان الامام خص بصفة الكرم لانه كان لا يرد سائلا بحيث كان اذا يعطي يغني يعني الفقير اذا كان يجد الامام يغنيه من فضل الله سبحانه وتعالى وايضا ان الالقاب هذه وردت من النبي صلى الله عليه وآله يعني هو النبي صلى الله عليه وآله هو الذي لقب الامة كلا بلقب مثل امام الباقر لقبه بلقب الباقر الامام زين العابدين لقبه بلقب زين العابدين الامام الحسن لقبه بالكريم فالالقاب صادر من النبي صلى الله عليه وآله وايضا في سبب التسمية أن أهل البيت السلام الله عليهم كلهم كرماء وكلهم باقرون للعلم وكلهم زين العابدين وكلهم صادقون لكن الزمان يظهر هذه الصفات فإذا الإنسان كان في زمن يقضرب فيه الكذب وكان هذا الإنسان صادق فيلقب بالصادق إذا كان الإنسان في زمن يسود فيه الجهل وكان هو إنسان عالم فيلقب بالعالم وإذا كان الإنسان في زمن لا يعبد فيه الله سبحانه وتعالى فيلقب بالعابد أو بزين العابدين لحسن عبادته فالإمام سلام الله عليه لقب بالكريم لأن الزمان كان فيه كثرة البخلاء أو أن الإمام كان إذا يعطي يعطي فوق ما يعطي الآخرون يعني إذا أعطى أغنى أكو واحد إذا يعطي يعطيك الشيء القليل لكن الإمام كان إذا قصده محتاج يغنيه من فضل الله سبحانه وتعالى فإذن الإمام سلام الله عليه كلهم صادقون وكلهم باقرون للعلم وكلهم زين العابدين شخنا يعني من يغنيه يعني يخليه غني بل أحسن يجعله غنيا يعني يوسع عليه بحيث يستطيع أن يعيش باقي حياته وأن يواصل طريقه في هذه الحياة بما يوسع فيه على عياله فإن شاء الله يكون الجواب راضح إن شاء الله تكونوا استفاديتهم هذا اليوم نطلب من أخوكم مصطفى يوزعنا الجهوة بهذا اليوم على حب الإمام سلام الله عليه وإن شاء الله تكون بيها الشفاء والعافية والبركة بإذن الله تعالى أحسنت يا مصطفى أحسنت 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 الله إدارة العمرات شكرا إن شاء الله بيها الصحة والعافية بإذن الله تعالى والله يبارك بكم ويحفظكم نعم أعزاء المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة لهذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وأهالي محمد الله نصلي على محمد وآله محمد أيامك خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا شهر شكرا